السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وبعد جو بيسي إن شاء الله تتخذوي غلفة دوست فيديو بإذن الله لكن بداية أسأل الله جل وعلا أن يرفع عنا وعنكم هذا البلاء وهذا الوباء اللهم يا رب يرفع هذا البلاء وهذا الوباء على البشرية عامة وعلى أمتنا خاصة إنك على كل شيء قدير والمصابين بهذا البلاء وبهذا الوباء أسأل الله جل وعلا أن يشافيهم بشفائه وأن يداويهم بدوائه اللهم يا رب يشفهم بشفائك وداويهم بدوائك وممن توفهم الله سبحانه وتعالى بسبب هذا البلاء وهذا الوباء أسأل الله أن يتقبلهم عنده من الشهداء اللهم تقبلهم عندك من الشهداء يا أرحم الراحمين يا رب العالمين ونحن جميعا أسأل الله جل وعلا أن يحفظنا وإياكم من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا يا أرحم الراحمين يا رب العالمين وبعد أيها الأفاضل بعد انتشار هذا الوباء وهذا البلاء تجرأ بعض الناس عن دين الله سبحانه وتعالى وصاروا يربطون هذه الأحداث وهذه الأوبئة بخرافات في عقولهم وبانحرافات في أذهانهم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم واسمحوا لي أن أشير بداية إلى القصة الأولى التي كنا قد تكلمنا عليها في قصة الشعر التي دعا بعض الناس أنه وجدها في القرآن وبعدما بينا ذلك جاءتني رسائل من الناس يقول لك يا أخي وأنا وجدتها يا أخي وإن وجدتها في كتاب الله هذا ليس دليل فقد تجدها في كتاب الله كما قد تجدها في أي كتاب من الكتب وليس فيها دليل لا من كتاب الله ولا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وصل بنا الحد الحد إلى أن أصبحنا نصدق مثل هذه الخرافات وهذه الخزعبلات ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم والآن خرجوا لنا بقصة جديدة وزعموا وقالوا أن فيروس كورونا قد ذكر في القرآن منذ أربعة عشر قرن أبين لكم باختصار ماذا قالوا قالوا الله سبحانه وتعالى قال عليها تسعة عشر قالوا وهذا فيه دليل وإشارة إلى أواخر ألفين وتسعة عشر ثم قالوا ذكر زمان ظهور هذا المرض يعني في أواخر ألفين وتسعة عشر ثم مكانه وقالوا وبنين شهود وقالوا هذا فيه إشارة على تكاثر السكن وقالوا هذا إشارة إلى دولة الصين ثم قالوا يجب يجب توعية الناس بهذا المرض وبخطورته فقالوا الله ذكره أيضا في صورة المدثر فقال الله جل وعلا قم فأنذر وقالوا وعلاجه بالذكر والتكبير قالوا قال الله جل وعلا وربك فكبر ثم تكلموا على التعقيم والتطهير قالوا قال الله جل وعلا وثيابك فطهر ثم تكلموا عن الهجر الصحي قالوا وثيابك فطهر والرزج فهجر ثم قالوا بعد ذلك أن سبب هذا الوباء وهذا البلاء بسبب ترك الناس للصلاة وتركهم للزكاة وستدلوا على ذلك أيضا بقول الله تعالى ما سرقكم في سقر قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين قالوا انظروا إلى هذا التفسير تفسيرهم واستدلالهم البعيد أولا يجب أن تعلم أن صورة المدثر هي صورة مكية وعلماء التفسير بإذن الله جل وعلا تكلموا عن تفسيرها وعن سبب نزولها وهي في بداية نزول الوحي عن النبي صلوات ربي وسلامه عليه ولا يجوز بل حرام أن يتحمل القرآن ما لم يتحمله واتحمل الآيات ما لم تتحمله الآية وهذه المصيبة إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون فيجب عن الناس أن يتقوا الله سبحانه وتعالى فلو كان الآن أصبح كل واحد يفسر برأيه وبهواه لأصبح القرآن ألعوبة بين أي جاهل يتشرأ عن دين الله سبحانه وتعالى لا يا أخي نتق الله سبحانه وتعالى بل أقولها لله لله يا أخي الحبيب إذا جاءتك رسالة مثل هذه الرسائل الرسائل وأنت لا تدري ما صدقها وما كذبها لا تنشرها إياك أن تنشر هذه الأخبار إياك ثم إياي لا تنشر هذه الأخبار الكذبة حتى تثبت بصدقها من كذبها وإن شككت قال الله جل وعلا فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون فلابد أن نرشع إلى دين الله وإلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم الآن أكثر من ذلك هذه مصيبة وعظيمة أن يتجرأ أحد على القرآن وأشير أيضا إلى لفتة أخرى مما صار الآن كثير من الناس صاروا ينشرون بعض الأخبار بعد عدد الوفيات وعدد ولا يدرون من أين أتت فينشرها ويتجرؤون أن فلان مرت أن فلان مات وهو لا يدري صحة هذا الخبر وصارت الناس الآن تعيش في رعب يا إخواني اتق الله في إخواننا وفي أبائنا وفي أمهاتنا في هذه الأخبار الكذبة الناس الآن أصبحت تعاني بأمراض نفسية بسبب هذه الأخبار الكذبة أنت تعيش في دارك انت مني وتنشر هذه الأخبار لكن أنا أعلم يقين أن كثيرا من أحبابنا الآن ومن إخواننا الآن ومن أمهاتنا ومن أبائنا لا ينامون الليل ولا النهار بشدة هذا الرعب بشدة هذا الخوف ومع ذلك أقول لهم يا أبائنا ويا إخواننا ويا أحبابنا كل شيء بقدر الله الخوف من الله فمن عادة البشرية أنهم يخافون بهذه الأمراض لكن كنوا على يقين بإذن الله جل وعلا وظنوا بربكم الخير سبحانه وتعالى والله يقول أنا عند ظن عبدي بي فظن بربك الخير سبحانه وتعالى سبحانه وتعالى سبحانه وتعالى سبحانه وتعالى يا أرحم الراحمين يا رب العالمين سبحانه وتعالى سبحانه وتعالى سبحانه وتعالى يشكر الأبعال لخاموه يشكرون أبوكو أحضر كيفية تجد؟ أموصر تجد؟ أموصر تجد؟ ويتم آمون رأس المسخة يقولون سأويت داخل سأويت داخل سأويت د ديودة سأويت ديودة ويقولون كاتل عورتي صويت صحيح يقولون إيقاء نبيعوبة القران الرسولة السلام وظاهرة نبيعوبة لا نُعرف لا نَعرف نَعرف نُعرف فَمْنَهُ عَنَّى يُفْقَرَنِي اللَّهِ سُبْحَانَهُ وَ تَعَاءَلَى يُعَنَا يُنزجد همُنَهُ رَمَنْي تُرْمَنْهَ أَنْهُ وَتَرَوْسَرَى مَالَهُ عَنْهُوَرَاتُ هم نَعَنِيرَ دوصة دوصة للقرون وأعتوجت يَعْبَرَي أَن بخلدي دوصة تھانب يَن مَثُرَهُونَ يَن يَنَيضَ يَن يَن بخلدي سَورَةَ الْمُدَثِرِّ سَورَةَ الْمَدَثِرِّ يَن عَنَيُرَي سَورَهُونَ يَنْ مَمْمَمَعَي تَيَنْ لَسَنَاتِ إِن سَورَةَ الْقَيْنَةِ بعد بعد من يتعامل فريفة زارة سوف يتحرد به يتحرد لديك من تحرن لديك يتحرن لديك يتحرن البلد ويريدون مرحباً الآن يتحرن من المقرم الفيديو من لا خلال المقرم الكثير من نعم لا هذه بحثة الحمد لله وعلم السokee والتي día من الشراء الأولى ومن الرساط والسلام والها coast berider اليوم التي تغتلع نفسنا أ landmark لVID stakeholder لعنى شخص Anh付ق . انه لببطة اطيران ان نحن Colo أن نعود في بس شيء استقرن اغلب焦 وليس كلهم سوف يتكلمون ونقولون والأطاّنَا خوفر ناك ربنا وإلَّك الحسنا وإلى الهاتف امرchain انتقال هذا lin المملكة هل نپديو السيدة كان هذا للحديث وحسم صلى الله عليه وسلم نبدأ خرط كل شيء وإطاء تبعار أون الأولى الأ influيدي الأولى أكثر لا يفترح واضح ورأتمكن وي 빨يون بمقاء النساء اللعبة كيف تكون أولاد إنهم مرينة ون تبعونا ما عندي هناك ورد أولا أصاعدهم لا يزاله يرون وقايا لا يتفرفع وينتائي وينتائي نبتلج إلى كل هذا المرضى والتأكيد أسأل الله أيضا ومفقنا ومما يحببه ويرضاه إنه ولي ذلك ومولاه صلى الله وعلى محمد وعلى عليه وصحبه والحمد لله رب العالمين